حقق نادي الرجاء الرياضي الفوز على حساب نادي يوسفية برشيد في اللقاء الذي جمعهما برسم الجولة الأولى من البطولة الاحترافية السبق كان لصالح نادي يوسفية برشيد الذي تمكن من التسجيل في حدود الدقيقة الثالثة إلا أن التقدم لم يدوم طويلا حيث عدل النادي الرجوي الكفة عن طريق اللاعب نوفل الزرهوني في حدود الدقيقة السابعة بعد الثلاثين الجولة الثانية ضعف من خلالها نادي الرجاء النتيجة عن طريق اللاعب زكاريا الوردي الذي سجل الثاني الأهداف في حدود الدقيقة السابعة بعد الأربعين وفي الدقيقة الثانية بعد الثمانين عاد نفس اللاعب لتسجيل ثالث الأهداف لصالح الرجاء لتنتهي المباراة بفوز للنادي الرجاء على حساب يوسفية برشيد في أولى الجولات